أما تعتقد أنه لو شارك السنة في العملية الانتخابية لتغير المشهد الانتخابي ونتائجه في العرق السنة لم يقاطعوا الانتخابات ودخلوها بكثافة والهيئة لم تدعو إلى المقاطعة وهذا يعني ربما شائع خطأ الهيئة لم تعترف بالعملية السياسية لأنها تعرف أن النتائج ستقول إلى هذا الوضع إلى ما آلت إليه لأن السنة لو دخلوا جميعا الانتخابات لم يحصلوا على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان لأن هذه النسبة اتفق عليها في مؤتمر لندن سنة 2002 وفي مؤتمر صلاح الدين بين القوى السياسية التي اتفقت مع الاحتلال على تقسيم العراق وتهميش السنة وتهميش جهات أخرى إلى آخره يعني مهما فعل سنة العراق لن يديد تمثيلهم في البرلمان أبداً على 20 وحسب الآن كم لهم من 350 كم لهم فلذلك نحن من البداية قلنا العملية السياسية فاشلة العملية السياسية بنيت على الطائفية وعلى المحاصصة العرقية وهذا هو المشروع الأمريكي البريطاني الإسرائيلي الإيراني هو إخراج أهل السنة من القرار السياسي في العراق ما أمكن لمصلحة أمريكا ولمصلحة بريطانيا ولمصلحة إسرائيل ولمصلحة إيران ولمصلحة أطراف داخلية طائفية وعرقية وغيرها السنة يتهمون بأنهم الذين تقاعسوا لم يشاركوا في انتخابات 2005 وتبطأوا في انتخابات 2009 وبالتالي أتح المجال للآخرين أن تكون لهم الغلبة قلت لجنابكم هذه الحقيقة السنة لو دخلوا كلهم الانتخابات لن يحصلوا والانتخابات الأخيرة خير شاهد لأن في هذه القائمة سنة لم يدعوا المجال للقائمة الفائزة بناء على العمل الديمقراطي الذي يدعونه والذي جاءوا من أجله على أساس للعراق من الأسباب الرئيسة لمجيئهم للعراق واحتلالهم للعراق وتدمير العراق وهو إحلال الديمقراطية محل الدكتاتورية والحرية محل الكبت وكتكميم الأفواه وما إلى ذلك